هتكلم معاك عن رأيه الشخصي بخصوص نشر نفس الفيديو على منصة اليوتيوب ومنصة الفيسبوك معا بواجه اسئلة كتير جدا من بعض منشئ المحتوى اللي بيستسهلوا انشاء الفيديو من اجل نشره على جميع المنصات سواء فيسبوك سواء تيك توك سواء كواي اي منصة تانية هو ينفع ولا لا ايو ينفع ينفع حضرتك تستخدمه ولكن ليه طرق ما لاستخدامه يعني مثلا كلنا بنشوف اكتر من منشئ محتوى بينشر نفس الفيديوهات الخاصة بيه على اليوتيوب على الفيسبوك واللي على الفيسبوك على التيك توك واللي على التيك توك على كواي كل الكلام ده احنا بنشوفه بعينينا معنا كده ان فيه طرق والطرق دي هنتكلم عنها قريب جدا ولكن انا مش جاي اكلمك بالشكل ده انا جاي اقول لحضرتك ان ما فيش اي منصة هتديك ربح ونجاح الا لو كانت فيديوهاتك حصرية خاصة بالمنصة ديه يعني ايه هوضح لك في يوم من الايام جربت ان انا نزل فيديو الفيديو ده نزلته الاول على الفيسبوك وبعد كده نزلته على اليوتيوب بعدها بيومين اتفاجأت ان على الفيسبوك بالفعل جاب مشاهدات اكتر من الفيديوهات الاعتيادية على العكس ان الفيديو ده هو اقلب كتير جدا من الفيديوهات الاخرى في حيث الرواج يعني مش بيتدوع عليه كتير وهنا اكتشفت بيني وبين نفسي وقلت كده يا متوحد يا فكرة انت لازم تعامل كل منصة على حدة طيب ما للناس اللي بتنجح على المنصتين دي ازاي هنا بقى حنتكلم عن المحتوى وان حضرتك لازم تكون عارف ان محتوىك بيختلف عن اي محتوى اخر وطرق لممان جمهورك وانك تكسب جمهور الجمهور ده خاص بمنصة اخرى ليه طرقه وليه اساليبه انت بس اللي تقدر تعملها يعني نشر الفيديو على اليوتيوب ونشره هو هو على الفيسبوك انت متأكد ان الجمهورين هنا مختلفين تماما وليس نفس الجمهور لان طبعا من سابع المستحيلات ولكن موجودة ان في منشق محتوى او في مشاهد يتفرج عليك على اليوتيوب ويرجع يتفرج عليك تاني على الفيسبوك ويرجع يتفرج عليك تاني على تيك توك ويرجع يتفرج عليك تالت على كوي وهنا حنتأكد ان كل منصة لها جمهورها والجمهور هنا هو الجمهور الخاص بهذه المنصة فقط لا غير علشان كده رأي الشخص ليك انك تحاول على قد ما تقدر انك تتعامل مع كل منصة على حدة الا اذا كان محتوىك يقبل انه يلم جمهور من الفيسبوك بدون اي تغيير ايه ده مش هغير مش هعمل منتاج لأ حضرتك قادر تنزل نفس الفيديو وده اللي هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله قريبا جدا ليه لان منصة اليوتيوب اتحت ليك اعادة النظر وكمان الفيسبوك اتح ليك ميزة اسمها حقوق الطبع والنشر الخاصة بالصفحة الخاصة بيك انت لما تقولهم انا عندي اصلا منصة اخرى بنشر عليها فيديوهاتي والكلام ده كله هنتكلم عليه بالتفصيل ولكن انا بتكلم معك رأيي الشخصي حاول على قد ما تقدر انك تتعامل مع كل منصة على حدة وتتعامل كل جمهورة على حدة وما تحاولش انك تتذاك على اي منصة لان حضرتك لو عملت ذكي مفيش اسكى من الزكاء الصنوعي اللي فاهم ادق التفاصيل اللي انت ذات نفسك بتحاول تخدعه ولكن بيكتشف مع الايام انك انت خدعت نفسك فقط لغير من اجل الرواج من اجل الانتشار من اجل النجاح حاول تتعامل مع كل منصة على حدة لو كان محتوىك يسمح بذلك لو كان محتوىك لا يسمح ابدأ ان نزل فيديوهاتك على المنصتين هتبدأ تحقق ربح ولكن لابد من اثبات ملكية الفيديوهات على اليوتيوب على الفيسبوك والمنصات الاخرى وده اللي هنفهمه بالتفصيل عايز اقول لحضرتك ان انا في يوم من الايام اخدت محتوى معادي استخدامه ولكن كان محتوى شخصي وعملت اعادة نظر وكنت بنزله على قناتين ولما عملت اعادت النظر بالفعل تم تحقيق الربح ورجعت القناة لتحقيق الربح والقناة دي اسمها يوسف الباز وفيها فيديو اربع تلاف ساعة مشاهدة كنت عملته وجايبه من قناة المتوحد بابلي سابقا وتم تفعيل ربح لما عملت فيديو اعادة النظر افهم وتعلم لان اليوتيوب بحر والفيسبوك والفيسبوك بحر والتيك توك نهر والحاجات دي كلها مية ماشية فينا فاحنا محتاجين المية علشان نعيش والمية هنا الربح والربح محتاج تشغيل مخ شغل مخك علشان تكسب جمهور الجمهور دايما اللي هو سبب نجاحك في اي مكان لم جمهورك حواليك وهو تتصنع التصنع مش حاجة حلو اطلاقا اظهر زي من انت وخليك دايما على طبيعتك لان الطبيعة دايما بتكسب شكرا لك جميعا اشتركوا في القناة